البعض بيرى انه لا خروج من المأزق الراهن الا بوضع كافة موازنات الدولة امام سلطة البرلمان وان تخضع كافة المؤسسات للرقابة والشفافية وانتهاج سياسات جديدة غير السياسات الراهنة ما مدى دقة هذا الطرح؟ هو لازم تتودع الموازنات طبعا امام البرلمان بس لازم البرلمان كمان يكون فيه ناس فاهمة كويس ايه الموازنات دي يقدروا يناقشوا كويس يقدموا مقترحات كمان يعني عارفة بيبعندك لجنة فيها ناس فاهمة كويس ايه اللي بيتقدم لهم دول يقدروا يناقشوه يقدروا يقدموا حلول لو فيه ازمات في الموازنات المتقدمة يعملوا حلول يطرحوا حلول الحكومة يعترضوا على حاجات الحكومة بتعريضها عارفة لما يكون برلمان قوي مش برلمان بيقول اه على كل حاجة من غير حتى ما يدرسوها ممكن تكون الطرح للحكومة او الموازنة للحكومة مقدمة كويس بس ممكن بس ممكن يكون فيها نقاط ضعف برضو فتتراجع ولازم يكون الناس فاهمة هل يمكن اتخاذ هذه الاجراءات في ظل استمرار نفس القائمين على السياسات المالية الراهنة؟ انا بتصوري ان المشكلة مش في الاشخاص المشكلة في السياسات اكتر يعني لازم يكون فيه توجه بقى يعني افضل من كده في السياسات اللي احنا بنتبعها احدى المؤسسات اضافت مصر الى قوائم المراقبة مع امكانية خروجها من التصنيف ماذا يقصد بذلك؟ اللي هي فوتسي فوتسي راس الياس اعتقد ان ده معناه انه هو السوق المال عندنا او سوق الاس ومستندات وكده ما بقاش فيه ثقة كاملة فيه وان انت بتعملك نوع من الداون جريدينج او التخفيض وضعك او تصنيف اضعف لانه اللي بيحققوا ارباح مش عارفين يحولوها شركات بتحقق ارباح في مصر مش عارفة تحولها بالعملة الاجنبية لبلادها وفيه شكاوي من هذا النوع احنا عندنا مشكلة نقص في العملات الاجنبية في مصر فالناس اللي مش عارفة تحول ارباحها دي لما بتشتكي ده بيتنقل للمؤسسات الدولية والمؤسسات الدولية بناء عليها بتبتدي تاخد موقف تحذير يعني زي ما تكون بتقول الاجانب او المستثمرين غير المصريين يعني خلوا بالكم انتوا لو دخلتم مش هتعرفوا تخرجوا فلسكم فاحنا مشكلتنا الاساسية بقى بجانب المدينية هي ازاي ان احنا نزود اراداتنا من العملات الاجنبية واضح ان احنا عندنا مشكلة في الارادات من العملات الاجنبية لازم يبقى فيه تعامل معها بتيسير نعم